والطيار اللي عام اللي بقوله انه فيه استمراء مجتمعي مخلش في الموضوع على طول وفيه نوع من الاستملاح البين وفيه نوع من المصلحة المجتمعية انا اسف جدا جدا وده يزعج اي مجتمع مع حالات الغش والغش فيه الامتحانات او الغش فيه المدارس قافة قديمة متجزرة منذ ازمنها غابرة حتى فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غشنا فليس منا الغش في اي شيء في التجارة في اي شيء لكن انه الغش في الامتحانات او الغش في العملية التعليمية ده بغش نفسه مش بغش الاخرين اسوأ انواع الغش انك انت تغش نفسك تضحك على نفسك تزيف وعيك بنفسك بايدك مش عايز اقول كلام مواعز لانه الناس دايما بتمل من المواعز ومن الواعزين خلينا اقول انه احنا فيه اطار ثورة تقديري تقديري لاصلاح العملية التعليمية في مصر هذه الثورة بدأت وانطلقت وانا مؤمن تماما بكل تفاصيل العملية التعليمية رغم ان هذا الكلام ما بيعجبش حد لما اقول انه العملية التعليمية في مصر ماشي في الطريق السليم وان الاصلاح الحقيقي اللي شغالين فيه في اربع خمس سنوات مضت حتى الان ده بنيان جديد ان شاء الله ينتج لكن مش هينتج النهاردة على بكرة بينتج بعد عشر خمستاشر سنة مع تخريج اول دفعة انا مؤمن بهذا وبقول انه ولسه مارح كنت بتكلم على التعليم ان احنا عملين ننتهي من كل عملية اصلاح الى لا شيء شجرة التعليم في مصر كانت للأسف الشديد شجرة بنقصين دكر لا تنتج لا تثمر ما بتطلحش الثمرة زي ما تلاقي شجرة نخل يقولك دي النخلة دي نخلة لا تثمر شجرة دي يقولك دي الشجرة دي انا اسف في التعبير شجرة دكر ما بتجيبش ما بتنتجش ما تثمرش ده كان انطباعات طب نعمل ايه نقعد نحط ايدنا على خدنا ونعيط لا نبدأ نجابه ونواجه ونحط نظام ونتمسك به اتهجمت الدولة وتهجم الوزير ومزاد لكن انا مؤمن تماما ان احنا في الطريق السليم سائرون رغم كل ما يظهر عكس ذلك تعالوا الثقافة المتجزرة في المجتمع المصري هو ان الناس مش بتقبل وتسكت حالة الغش بتسعى اليه قلنا انه التعليم والتعلم ان المعارف والعلوم الناس تخش تفكر وتتعلم عشان المجتمع يتنور عشان المجتمع يبقى فيه قامات علمية ويبقى فيه اختراعات ومخترعين وابحث علمية وإلى آخره عشان ننهض لا سبيل للنهوض إلا بالتعليم ولا سبيل للتحرك الامام إلا بالتعليم كل كلام ده كل يوم بقوله وبعيده الغد أما ربما مل الناس من تكرار أهمية التعليم لكن ثقافة المجتمع بتقبل انه بقى فيه غش وثقافة المجتمع بتقبل انه يكون فيه درس خصوصية وثقافة المجتمع بتقبل انه يكون فيه نوع من الضحك على الزات أو خداع الزات انه ابني متعلم ومعاه شهادة عليا وجايب تقدير عظيم وهو مش متعلم حاجة في الحقيقة تعليم وهمي تعليم هش تعليم مزيف شهادات حائطية لم تترك أي أثر في عقول وقلوب المتعلمين ده كان الواقع لكن هو كله كده طبعا لا التعميم خطيئة لكن الغالبية العظمى من التعليم والتعليم موكلف في مصر يعني التعليم في مصر بيكلف كتير جدا بس بيكلف ايه ما احنا بالتعليم مجاني طب بيكلف ازاي بيكلف تعليم موازي يروس خصوصية بمليارات والناس والأهالي بيطفحوا الدم زي ما بيقولوا عشان يعلموا أولادهم لكن التعليم هل تعليم بيترك أثر لأهل بتبقى متعلمة بجد لا أنا بشوف ناس خرجين لا بيعرفوا يقرم ولا بيعرفوا يكتبهم ولا التخصص يقولك إنسان اللي تعلمته فاحنا بنصرف وكأنه بنحرق فلوسنا فيما لا يفيد لأنه عدم ربط العملية التعليمية بالتعلم وعدم ربط التعلم بسوق العمل كل دي قفات تاريخية موجودة وثقافات متراكمة منها ثقافة الغش طيب العملية التعليمية المحدثة التحديث اللي حصل إن احنا عايزين رقم نعمل عملية رقمنا يبقى كله تعليم مميكة يبقى فيه كله على طريق التابلت ويبقى فيه امتحانات برضه بسرعة وتتحل كذا والحاجات اللي احنا بنتبعها لحظة بلحظة وبنتورها وبنمشي قدام وانا بقول السنوية العامة بشكل عام عندما تختفي بوعبع سنوية العامة اعلم ان التعليم قد تم اصلاحه اما وانه السنوية العامة ما زالت عبق وبوعبع على الاسر وعلى الناس وعلى الدولة يبقى لسه احنا في طريقنا الصعب طيب هو وكل ما تم اصلاحه حتى الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة